أكدت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون أن عملية أعداد أو إعادة بناء الرصيف البحري المؤقت في غزة وإصلاحه مستمرة في ميناء أزدود وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج أنه سيتم استأنهف تحميل المساعدات التي تصل إلى قبرص لإيصالها إلى غزة عبر البحر عندما يتم الانتهاء من تركيب وإصلاح الرصيف في وقت لاحق هذا الأسبوع وأكدت سينج أنه لم يتم تعليق إسقاط المساعدات عبر الجو مضيفة أن العمليات سوف تستأنف عندما تكون ظروف الجوية والأمنية ملائمة على الأرض